اشتركوا في القناة على استقرار الاقتصاد الكلية ووفقاً لبيانات البنك المركزي فقد بلغ اجمالي السحوبات من وديعة السعودية ملياراً واربعمائة واربعة وثلاثين مليون دولار ما بين يوليو 2018 وسبتمبر 2019 لتتراجع قيمة الوديعة إلى أربعمائة وستة وستين مليون دولار من أصل ملياري دولار جاءت لإيقاف تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية توقع خبراء اقتصاديون استمرار تراجع الدولار والريال السعودي العملتين الأكثر تدولاً في اليمن خلال الأيام المقبلة نظراً لوجود عملة صعبة معروضة في السوق أكبر من الطلب في حين أن الشارع اليمني يعاني من نقص السيولة المالية بالريال اليمنية وحذر الخبراء من أن يكون هذا التراجع وقتياً وليس بالمستوى المطلوب مطالبين البنك المركزي باتخاذ إجراءات أكثر للحفاظ على العملة الوطنية من الانهيار المتواصل يأتي ذلك في وقت تجاوز فيه سعر صرف الدولار سقفة 600 ريال وارتفاع سعر صرف الريال السعودي إلى أكثر من 160 ريال أكدت دراسة اقتصادية جديدة أن زيادة الأعباء الضريبية وازدواج رسوم الجمهورية وتقييد حركة السلع داخلياً بين المحافظات وأزمة سعر الصرف مثلت الأسباب الرئيسة لارتفاع التضخم في أسعى المواد الغذائية وصعبت وصول الفقراء وذوي الدخل المحدود إلى السلع والخدمات الأساسية وفاقمت عدم الأمن الغذائي وتفشي ظاهرة الفقر في البلاد وكانت ميليشيات الحوثي استحدثت نقاضة جمركية في الطرق المؤدية إلى العاصمة الصنعاء والمنافذ البرية بين مناطق سيدرتها والمناطق المحررة وفرضت جمالك جديد على البضاء والسلع الغذائية المجمركة في المناطق المحررة ما ضعف من ارتفاع أسعارها إلى مستويات خيالية وأخيرا افتتح بمحافظة عدن مشروع عادة تأهيل محطة تحويلية المخلفات في مديرية المنصورة بتكلفة 320 ألف دولار بتمويل من مجموعة البنك الدولية وقال المدير عامة في دير صندوق النظافة والتحسين إن المحطة مؤهلة لاستقبال أكثر من 750 طن يومياً يتم وزنها وترحيلها إلى بئر النعام لتخلص منها بواسطة قادرات كبيرة حمولة 40 متر مكعب ترجمة نانسي قنقر